السلام عليكم ازاي كل شباب برحب بكم في اللقاء جديد وان شاء الله اتكلم معكم دلوقتي عن اه اه محاضرة في المستوى التالت في البلاد. محاضرة جنرال على البلاد كله وشباب. ان شاء الله نستفيد منها. ايه من دول مش ماشي مع البلازما بروتين? اه ولا اللي احضر في المناعة. ولا مستوى لازمابروتين ولا الالبومين مني في البلاد نجوفهم حاجة هاي. ده صح? لأ. ده نسبته في الدم قليلة جدا ومش مؤسر في الفيسكوزيتي. اه مش فايتل مش هو الاساسي. الاساس في الفيسكوزيتي مع الاربسيتي. يبقى كومنا دي مش مزبوط. مستوى بلازمابروتين شير في السوء توكارش كلهم بروتينات وبيشاركوا في السوء توكارش. الالبوم من بتاع الازمانات الاكيد يبقى ازا اللي جابة واضحة جدا ان هي دي. اه 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 الريستروبويس بيبقى هاير في الاسلتس. بيبقى هاير في اللي عندهم كاربون 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 ناخدهم حاجة حاجة اللي مش مزبوط هنا. ان هو بيحصل من اللي في مرة وده صح. ده من اكتر الحاجات اللي بتزاود يا جماعة هو الهيبوكسي. تمام? هاير في الاسلت طبعا عشان الهرمونات بتزيد. وعشان النيد في ديماند في اكسجين ديماند. اه طبعا لان برضو بيبقى فيه يبقى اذا الاجابة هي دي. اه ايه من دول الجملة الغلط التي تخص بلات كواجليشن? اول حاجة من اف كلوتينج فاكتور زا ار بلازما بروتينز. ده صح ولا غلط? الانترينسيك قلوتينج ميكانيزم اه اه ان انترينسيك اه اتيشو فاكتور از نيدد الانترينسيك بيحتاج حاجة متيشو. المايوكاردل انفرقشن هو مثال الانترينسيك قلوتينج. الكالسيوم از نوت نيدد في نقول ستيبس اف زا انترينسيك قلوتينج ميكانيزم. تمام? الكالسيوم اه اه مش محتاجينه في كل خطوات الانترينسيك قلوتينج ميكانيزم. نشوف كده. من اف كلوتينج فاكتور ابرازما بروتين صح الانترينسيك قلوتينج ميكانيزم فيها تيشو فاكتور از نيدد لا. انترينسيك كل حاجة في الدم. مايو كارديل بيبقى اه مسال طبعا الكالسيوم از نوت نيدد في كل خطوات الانترينسيك اه هو مهم لمعظم خطوات معادي اول خطوة يبقى دي برضو. آآ آآ صح. هو عايز واحدة غلط يبقى الغلط هنا هو آآ دي. قولوا عايزين جملة غلط عن فاكتور تلاتاشر تمام? بطلع من البليت تلاتسان. آآ اكتبيتد ان في الاكترانسيك. فاكتور سبعة سبن. في الانترانسيك اكتر في الانترانسيك اكتر من الاكترانسيك. ناخدهم نمرأ نمرأ نمرأ. انا عايزين جملة غلط. آآ بقول لك فاكتور تمانية فاكتور تلاتاشر طالع من اللي هو طالع من الصفاية صح. آآ عامية اكتيبيتد في الاكترانسيك دي برضو صح. مهمة اساسية مهمة مهمة جدا يا جماعة. فاكتور سبعة مهمة في الانترانسيك غلط. فاكتور سبع يا جماعة ده اساسي في الاكترانسيك بالازابيت بتاع الخISج المهمة في كل خطوات الاكترانسيك. صح. هو مهمة في كل خطوات الاكترانسيك. وكل خطوات اقادة اول خطوة تانية. فيقول الإجابة هي انت عارف طبعا الخطوات بتاعت ده السيستم المسؤول عن تكسير بعد ان تكون قدت دورها او ما تبقى من البلاد كلوت واللي احنا مش عايزينه لازم يدوب لازم يتفتت واللي بيكسر هو مادة وده موجود في البلاذما في شكل ولاشان يتحول من ولازمانوجين خام لبلازمين مكسر لبقايا الفيبرين لازم يتنشط عن طريق مواد اسمها وللي معها TBA تشوى ولستريتوكاينيز اللي بيطلع من البتاياموليوتك واليروكاينيز اللي بيفصل من بعض البكتيريا اللي عايشة فيه زي بتبقى متعايشة هاني. كل ده بس فاكتور عشرة فاكتور عشرة موجود علاقة بالموضوع. ده مش هكتبته. يعني ايه واحد عنده صفران سيدة دي? ايه الخلال اللي هيحصل عنده? الخلال يحصل عنده بسبب ايه? لفاكتور اه اربعة. تمام? اه او لنقص الصفائح ولا او لنقص الصفائح ولا كاركترايز باو لونجر كو اجريشان تايم زي النورمل دي كريز كريز كريقوش. هو هو دايما يا جماعة احنا محتاجة. مهم جدا الامتصاص الفاتسول بالفايتسول واللي اهمها فيتامين كي. فلما يبقى في عندك مفيش امتصاص الفايتامين كي. وطالما يوقف امتصاص الفايتامين كي اذا الفايتامين كي ديبندن فاكتورز. اه في الاتنين سبعة تسعة عشرة بيقلهم. فيبدأ عندنا مشكلة. وبالتالي اه اه ده طبعا اه ما لهش علاقة. طبعا مش مزبوط مش مزبوط مش مزبوط. طيام هي عملية في الاساس. وبالتالي ده الاجابة يا جماعة اللي هو رقم اربعة. تمام? ايه اللي بيبطئ كله بيبطئ ما عاد. اه اكيد هتبطئ اه التسعة هتبطئ وعندك الهيبران وعندك السيتين طبعا مهم عشان بيعمل بس وهنا ده برضو فاكتور تسعة مهمة في الانترنسيك والبروس رومبين طبعا اساسي في كله. يبقى اللي ما لهش علاقة هو الهيبران. اه مينتننس طبعا اللي هو منع التغلط الطبيعي في الدم. اه في عندك شابتر في الكتاب اللي هو دمه مطلوب. اه وجود الهيبران والانترنسيك مطلوب. تمام? اه انتكت فيبرينوليتك مزبوط بس حتة ابسنس ده عشان ما عندك فلاودي تلاحيه هو موجود عادة خالص بس اين اكتف. والفلاوديت الموجود عادة خالص. الهيمراجك تندنسي في الاوبصوريك في جندس اللي استعيلينها منهم شوية. هل هي نتجة عن ناص الصفائح? ولا عن طريق اه انكريز سيرام بايل سولتو كونسنتريشن? ولا ديفيشنسي الفاكتور اتنين سبعة تسع عشر. احفظ دول زي اسمك. فاكتورز اتنين سبعة تسع عشر ده احفظها بكلمة الف وتسعمائة اتنين سبعة تسع عشر. لان دي فايتامين كي فالمشكلة كلها بتبقى نتيجة اه ان فيتامين كي بيقلم تصاصه نتيجة نقص في الصفرة الانسيديدية لابوساكي برونز. يتبعه نقص فاكتورز اتنين سبعة تسع عشر. فايبقى فيه فبتبقى للاسف الصفرة الانسيديدية اصلا بتحصل في عانين الكبد. اللي هم اصلا بطبيعتهم عرضة للنزيف. هم يحصلوا صفرة الانسيديدية خليه اقصر عرضة للنزيف. انا كده اي مشكلة جيدة. خلاص? في واحد حي. ولا ولا تمام? اه ولا خلي بالك في واحد حي. يعني واحد على قيد الحياة. اه نقص الكالسيوم مالوش علاقة اصلا هو الكالسيوم ده شوية الكالسيوم انت عايزهم عشان تعيش يعني اه اقل كالسيوم هيماشي وبالتالي لأ. يعمل مصر لا. ده بيحصل حاجة اسمها لو كالسيوم قال لي بحصل حاجة اسمها تيتانين. لأ. ده انت افكت البلاد كواغليشن لا يؤثر على البلاد كواغليشن. اه. الكلسيوم البلاد كواغليشن ده عايز الكلسيوم بسيط جدا 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 يعني فنقصه في الحياة مش هيأثر على كواغليشن في حاجة. برنشيوس انيميا مي بي. تمام يعني رايزين حاجة مش مزبوطة بالنسبة البرنشيوس انيميا. اه نعالجها في الحديد. اه كوز بريفرال تعمل التهاب في الاعصاب الطرفية. ممكن يبقى فيك ممكن يبقى معها كارسونومة في الاسطمك كارسينوجينك. اه كل ده ممكن يبقى معها كارسونومة لان بيحصل معها او بتبقى غالبا مصاحب لها جاستيك اطروفية. وضمور المعدة الفترات الطولة ممكن يقلب بكانسر. طبعا نقص اه اه في البرنشيوس انيميا فيه نقص في انتصاص بيت ناشر اللي هو مهمة جدا لسلامة الاعصاب فتحصل بتتعالج بالآآآآآآآآ وبعد كده آآآ ولا لا طبعا بتتعالج بينك العين بتولف والفولك ايه مش ناصع حديد عشان تديله حديد صحيب اه ده صح ده صح ده صح ده صح ده الوحيدة اللي غلق تقلي منك آآ لما يكون العين عنده انيميا اول حاجة نعملها جماعة نحدد نوع الانيميا في ناس بقى تبدي حديد عميانة كده وخلاص ده مش طب لازم نحدد نوع الانيميا له. تبقى حافظه زي اسمك ايه عم ما تفكرش كتير. تكسير خلاق الدم يبصى لفريسبيل. زي بقوله ببطايد اه تركيب الهوموغلوبين اتنين الفة اتنين فيتا. يعني برضو زي اسمك. بتحفظه. مش عايز وقت كبير. دي انواع اخرى من الهوموغلوبين. ممكن من الهوموغلوبين ممكن بقى نقراض. ده الهوموغلوبين العادي السليم انزين السرومبن. لازم في الاول يتكون بروس رومبن لسرومبن. والسرومبن يحاول الفايبرين لفايبرين. ازا ندي بتاعت انزين السرومبن. اللي طبعا جاي من بنشاط البروس رومبن. البيربرا. بيربرا معناها ان الجد تلاقي في نقط كده يا جماعة. اه زي تقريس النموس بتبقى الاول حمرة وباك هتقل الزرق. دي بسبب اه اه او نقط الزرق دي اللي عامل للتقريس النموس سماها تاربرا. ودي كتبقى اساسا المشكلة في البيليتليتس في الاوعاد دموية. والاغلب انها تبقى في البيليتليتس. وبشكركم و الى اللقاء الجديد ان شاء الله.